إلى ذلك كشفت وزارة الهجرة والمهجرين عن نزوح أكثر من تسعة عشر ألف نازح منذ انطلاق عمليات استعادة الموصل من يد تنظيم داعش وقال وزير الهجرة جاسم محمد الجاف إن الوزارة استقبلت ونقلت اليوم الأربعاء أكثر من ثلاثة ألاف نازح من مناطق نينو إلى مخيمتها في الخازر وديبغة وازليغان وجدعى مضيفا أن فرق الوزارة لا تزال تستقبل النازحين سيما من المناطق التي تشهد عمليات عسكرية